الملتقى التطوعي النسائي نبراس نورة العطاء الذي تقيمه أمانة اللجنة الوطنية لمكافحة المخدرات والمديرية العامة لمكافحة المخدرات وذلك بالتعاون مع جامعة الأميرة نورة بنت عبد الرحمن ممثلة في كلية خدمة المجتمع مع مبادرة أنا هدفي التطوعية الشبابية مع رؤية 2030 يفترض أن كل شخص مننا يقوم بدوره بتحقيق أهداف 2030 أنا من منظور تطوعي حابين أن نكون جزء من رفع نسبة المتطوعين بالسعودية من 11 ألف إلى مليون متطوع إن شاء الله بحلول 2030 الملتقى يطمح لاستثمار طاقات الفتيات في العمل التطوعي الوطني المستدام بمجال الوقاية من المخدرات ورفع وتعزيز الوعي التطوعي في المجال الوقائي من المؤثرات العقلية نحن نحريصين أن يكون هذا الملتقى هو البداية وهو النواة ونستمر خلال سنة كاملة في العمل التطوعي الموجه للعمل الوقائي من المخدرات وإن شاء الله تعالى أنه ستكون هناك فيه انشطة وفعاليات تطوعية خلال السنة ونعمل إن شاء الله تعالى إلى إعادة هذا الملتقى السنة القادمة لبحث إيجابيات عملنا خلال السنة الماضية وأيضا كيف ممكن نفعل هذا العمل التطوعي بشكل أكبر جاء هذا الملتقى ضمن الشراكة كتأهيل متطوعات للمشاركة بتثقيف أقرانهن وتوعية الشباب في خطر المخدرات والوقاية منها تم استقطاب 27 متطوعة وتم تدريبهن بواقع 21 ساعة ضمن برنامج تدريبي لتثقيف الأقران أيضا ممارسة أعمال تطوعية مختلفة في شتى المجالات بواقع 100 ساعة حيث تم تخريجهم إن شاء الله في هذا الملتقى ضمن ملتقى نبراس نور العطاء التطوعي تم دعوة جميع القطاعات لحضور الملتقى والاستفادة من الفعاليات المقامة والاستعداد لإقامة عدة ورش عمل تتمحور مواضيعها بين قانونية ووقائية وتطوعية وجلسات لقصص النجاح على مدى يومين نجلساكت الأخبارية الرياض